أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعتني دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي مرحباً 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 بكم في عدد جديد محصتكم أولادنا تحتج نحن أولادنا تحتج نحن حصة تجيب على عدة تساؤلات خاصة الأولياء الأولياء عندهم تساؤلات كبيرة باش يربيوا ولادهم لأنه همنا كامل أننا يكون عندنا نشأ مربي ونشأ نربيه بطريقة سليمة بها الطريقة سليمة هذه معايا أخيصائيين يساعدوني في شتى المجالات اليوم موضوع مهم 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 جداً أنا شخصياً نعتبر من أهم المواضيع في تربية النشأ هي الأخطاء التربوية سليزيرر إيديوكاتيف واش هم الأخطاء اللي يسراوا في المؤسسات التربوية وكيفاش نقدروا نشخصوا يعني كيفاش نمهير أعراض باش نعرفوا بالطفل تعرض لأخطاء أخطاء تربوية وكيفاش نقدروا نتفدوا ونعالجوا هاد الأخطاء التربوية إذا في هذا الموضوع يرفقني الأستاذ لابري نوردين تفضل أستاذ أستاذ لابري 39 سنة في سلك التعليم مرحبا بك مرحبا بك أستاذ شرف حسنا أستاذ شكراً معرك الله فيك تفضل تفضل أستاذ تفضل مرحبا بك معي كذلك الأستاذة تفاحي هنية أخصائية في علم النفس مرحبا بك مرحبا بك أستاذة تفضلي شرفتين شرفتين تفضلي ومعنا كذلك الأنسة رانيات تكلمنا على حادث وتكلمنا على حالة معينة سرة لها تفضلي رانيات تفضلي تفضلي مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك ككل ككل مرة نستدفو طفل ولا طفلة يدير الواجبات المدرسية تعاو في هذا المكتب الجميل هذا باش أنتم كذلك أطفال ديروا الواجبات تعاكم بانتظام معنا رافيدة تفضلي تعالي تعالي بنتي مرحبا بك بنتي وشاركي لباز صعبة مرحبا بك وشاركي شحر في عمرك رفيدة تناشة سنة وشمسانة درسي دي جماني شعر سنة ثانية في المتوسطة ديني الواجبات تاك بانتظام وحدك ولي حتى تقول لك أماما رحيت تقرأي وحدك مرات حتى تقول لك أماما لا لا دايما لوحدك برافو بنتي برافو إذا تفضلي تفضلي في المكتب الجميل ديني الواجبات المدرسية تاك وانتم كذلك يا أطفال دينوا الواجبات تاكم بانتظام لأنه شيء مهم مهم في التربية والتعليم تاكم باش تنشحوا مرحبا بكم مرحبا بكم في عدد جديد من حسدكم ولادنا تحتجنا احنا اليوم الأخطاء التربوية لزرر ايديوكاتيف مرحبا مرحبا الأخطاء التربوية أنا شخصيا نعتبرها من أهم المواضيع لأنه احنا الهدف تاعم المنظومة التربوية وهدف المربيين وهدف هما أنهم يستقطبوا هدوك الأطفال يعني كيفاش يحبوا في الدراسة احنا احنا كنا نتكلموا الأطفال اللي ميحبوش ويقرأوا الأطفال ولكن اليوم حبينا نتكلموا على الأخطاء التربوية اللي ممكن أنها تأدي إلى عواقب وخيمة حتى إلى التسرب الدراسي أستاذ لابريم أتبعي أن نبدأ معاك الأخطاء التربوية عديدة عديدة ما نقولش أنها عامة يعني حشا حشا كان مربيين في المستوى أستاذة في المستوى ولكن اليوم ما دابينا من هذا المنبر هذا بلك كان مربيين رمي يسمعوا فينا بلك نلفتو انتباههم الشيء رمي بلك رمي ديروها اللي هي ما تساعدش في تربية في استقطاب هذا الطفل باش يحبوه في المدرسة ما دابي يتكلم لي على هذه النقطة هذه شكرا لك سيدي يزيد بارك الله فيك مرحبا إذن في هذه الحصارة سنتكلم عن التربية لديوكاسون والأخطاء النجمة أو الأخطاء التي يقع فيها الأولياء وحتى هيئة التدريس قد تقع في بعض الأخطاء التربوي هذا الموضوع هو موضوع شائك وموضوع مهم وخطير جدا الكثير من الناس يظنون أن التربية لديوكاسون هي على عاتق ومسؤولية المدرسة وحدها يقول لك كان وزارة التربية وكان مدارس مهيكلة منظمة فيها متدخلين وناس أساتذة معلمين عفوا هم الذين يتكفلون بطربيات أبناء المجتمع هذا خطأ فادح المدرسة لا تربي وحدها هي عنصر نعم نعم عنصر لا يستهد على هذا المدرسة لها دوراني دور تربوي ودور تعليمي بطر ولو أن الدور التربوي له أهمية ربما أكثر فنرجع إلى الأولياء الأولياء من المفروض أن يهيئ وأن يقوموا بالتربية الأولية هذا لابد منه التربية الأولية ثم يبعثون أبناءهم إلى المدرسة ولا يمكن يعتهم لباز لباز لقاعدة نعم ويبقى حتى أثناء مدرسة الطفل تبقى الأسرة تواصل في أدوارها موازات مع ما تقوم به المدرسة يعني هي الأخطاء التربوية ممكن أنها تكون رد فعل تعاستاذ على عمل طفل مدلل ولا طفل كذا بارك الله بالفعل بالفعل هذا صحيح لكن في كل الحالات لا ينبغي أن نتهم نقول الأسرة ما قامتش بدورها كما ينبغي أو المدرسة لم تقوم بدورها كما ينبغي لو رجعنا للأسرة فالأسرة حتى تربية تربية سليمة فلابد الأم والأب خاصة فلابد أن يكونوا ملمين بوسائل وسائل تربوية يعرفونها كيف يربون أبنائهم خاصة أن التربية اليوم نحن اليوم في القرن الواحد والعشرين والتربية أصبحت تعتمد على بحوث وتحاليل علمية علمية بحثة يدخل فيها علم النفس يدخل فيها علم النصطيف يدخل فيها أشياء كثيرة فالأولياء تجدهم مجردين من هذه المعلومات لا يعلمون لا يعرفون وغير طالعين على على هذه الوسائل الكلفيات الكلفيات التي ينبغي أن يستعملوها في تربية أبنائهم فهي المفروض كيف يصل أنا نبدأ من هذا فالمفروض رح نقول لوحد العبارة هو إنشاء مدارس للاولياء لكول دي بارون إحنا مدابينا من هذا المنبر يكون خطوة أولى نعم وليما لا محتاجين نصائح أنا ما نقولش باللي الأولياء ما نرش محتاجين توجيه كما قلت هم يقومون بواجبتهم يحاولون تربية أولادهم ولكنهم يخطئون جهلا يعني لا يعرفون يتفقدوا الشيء لا يعطيه لازم يطلعوا عليه قبل ما يقدروا يمدون بارك الله نعطيك مثال يعني نعطيك مثال كان بعض الأولياء يستعملون بعض العنف بالضبط والسيطرة على الأبناء يقول لك هكذا نستعمل معها العنف حتى أصل به إلى هذا السلوك الذي يريده الوليان هذا عن حسنية ولكن تداعياته وخيمة تداعياته وخيمة وأخطاء وأخطاء خطيرة جدا نرجع لسؤالك ربما تتكلم عن المدرسة هي حقيقة المدرسة كان أسادي ذا قاسي نعم نعم ولكن نفس الشيء نفس الشيء تلقى أنا كم المرة قلت تلقى أستاذ يتحكم في الطرق البيداغوجية التحصيلية المعرفية يعني يعرف كيف يوصل الرياضيات نهار جلس معايا في أحد الحلقة قلت لكيف أعلمه وهو لا يحب لي هذه قاعدة هذا أساس أنا أظن أن الأساتذة والمعلمين يتعاملوا بهذه الطريقة هذه رايحين نروحوا بزاف القدر نعم هذا معناه هو أولا لابد من اعتبار الطفل أو التلميذ إنسان كامل إنسان يعي إنسان يحس أيضا إنسان يحس فلابد أيضا أن نفهم مشاعره الطفل في حاجة إلى الحنان في حاجة إلى الكلمة الطيبة وينفر من كل كلام بذخ أو كلام عنيف وخاصة أمام الجماعة وخاصة أمام الجماعة بارك الله فيك وبالتالي أول حاجة أول حاجة وهذا مثل صيني قديم يقول كيف أعلمه وهو لا يحبني إذن لابد من جعل التلميذ يحبني وهذه هذا إجراء طربوي مهم فيخطئ بعض المعلمين الذين لا يملكون هذه المعلومات هذه الأدوات فلا يعملوا من أجل جلب محبة تلميذتهم إليهم وهنا تلقى التلميذ يرفض وما يتبعش ويقرح المعلمات يعني تؤدي حتى للرهاب المدرسي تؤدي للتسرب المدرسي نعم نعم نقل نتائج كثيرة نعم نذكروا شرس كولاد كاريم ويحب يخرج بالمدرسة نعم نهايتها هو التسرب المدرسي لأنه لا يحب المدرسة لا يجدوا الأجواء الملائمة هذه الأخطاء هذه أستاذ كلمك هو الكبير تؤدي إلى عواقب وخيمة يعني تسرب مدرسية يعني التفل يخرج من المدرسة ولا الرصوب يعني قادر تؤدي حتى إلى صدمات أستاذي حاشلي مستهلش يقول للطفل يقول له أنت كذاب أنت ما تعرفه ولو لكن ملتها قدرح ترصب في آخر السنة وقدر وهو الطفل في هذه السنين محتاج إلى عناية محتاج إلى واحد يسنده يعني يسنده وهذا يعني غالب ما نجده في المدرسينا ولا أوجه التهمة إلى المعلمين لأنني أنا واحد منهم وأفهمهم وأقدر المتاعب انتاحهم والصعوبات انتاحهم ولكن المعلم هو كذلك إنسان فهو كذلك يتأثر بالمحيط العام وقد يدخل قضياته إلى المدرسة وهو يعاني من بعض الأشياء وبالتالي قد يلفظ المعلم حتى لا يلجأ إلى الضرب إلى العقاب الجسدي لأنه أصبح العقاب الجسدي اليوم لا أصبح كارثة وأصبح يعاقب عليه والأولياء أصبحوا يتابعون من يتسببوا في ضرب أبنائهم وبالتالي المعلم أصبح واعي بهذا فتعويضا للعقاب الجسدي فيلفظون بكلام لتفريغ الشحن تعالقالق تعالق حول التلاميذ ويحور بالمرأة العواقب تعويض هذه عواقبها عواقبها كثيرة تعقد التلميذ يصبح التلميذ لا يثق في نفسه خاصة في القسم أمام زملائه ويصبح حتى يعرف الجواب ميرفد شد ويخاف من أن يخطئ والمعلم أو المعلمة تقول شوف سيدك أو سيداتك أو هاي جوبة صحيح يعني هذا ما كانش تحفيز ما كانش تحفيز نعم هذا هذا ناتج عن ماذا ناتج عن أن معلمين لم نكونهم تكوينا بيداغوجيا سليما شوف أنا أقول لك حاجة هذا من خلال تجربتي منذ سنوات هنا عندنا الدولة تهتم بالتربية والتعليم ولكن من أي جانب تهتم بكل شيء الإداريات الإنجازات المرافق يعني دير ما عليها لكن الكوتي بيداغوجيك من ناحية البيداغوجية اللي هو التكوين المعد نعم نعم كيف يتعامل التلميذ كيف يوصل كيف يربي كيف يغرس القيم كيف يعني الطريقة البيداغوجية كيف يتعامل مباشرة مع الطفل نعم تحفيز الطفل الوصول بالطفل إلى المليح أنك تبني مدرسة ولكن كيف يش توصل المعلومة للطفل بهذه الطريقة الجميلة نعم نعم هذه طرق أحنا معلمين ما تميناش من لما نعطي أهمية والمكان للمعلم حنا ندلوا نداء والتلميذ والتلميذ لأن في العملية التربوية والتعليمية كين زوج كين التلميذ هو المستهدف لازم نفكر مليح في التلميذ نفهم التلميذ نقرأ التلميذ احتياجات وإحساسات وكذا ثم المعلم هما لما رحين يطبقوا العملية التربوية والبيداغوجية شكرا أستاذ هنياء حبيت نفهم نفسية الطفل لأن كامل عشناها هذه لما الوبخ يعني باستمرار وكان أخطاء طربوية اللي ممكن تأدي إلى صدمات صدمات يعني وصدم الطفل فيها وممكن يفكر في التسطلب الدراسي يعني في ديكرا وشار سكولير باش يخرج من المدرسة ومن بعد يروح للبيت مرة يقول يما هني مريد راسي وجعني ما نقدرش راح نقرأ يدير لك وشمار في الليل يعني كلمة قادر تقول كلمة قادر هذه الكلمة تأثر كثير في نفسية الطفل ويكون حتى تراجع دراسي ويكون مدبية كلمنا من جنب النفسي كيفاش الطفل يعيش هذا شيء وكيفاش والديه يقدروا يعرفوا بله هالطفل راهوا ضحية أخطاء طربوية نعم السلام عليكم أشكرك أستاذ يزيد على هذه الدعوة والله في الحقيقة نحن نسبق برك مقدمة فقط لهذا الموضوع نهضروا على الطفل لما يدخل في سن خمسة سنوات هو مباشرة تحذيري الطفل لما يخرج من البيت يروح بصورة الوالدين يعني المعلم إذا كان رجلا المعلم إذا كان رجل هو الوالد أنا شفت حاجة كلمك هو الكبير شفت الأطفال في الأطوار الأولى لما يلحق عند المعلم يحب يعنقوا يحب يعنقوا يعني الطفل واجد باش نعلمونه وشي نحبه يعني ما كاش طفل ما وش رايح يروح المدرسة مش يمحيق كونت خاق عرف على بلو بالليل عبو كامل ذو كو وقت الدراسة يعني يروح بالصورة في الذهن تاعه دا أنه يلقى راجل معنتها الأب يلقى الامرأة معنتها الأم بضب هنا هنا من بين الأخطاء اللي نتلقاوها عادة نلقاوها مثلا في الأساتذة اللي يكونوا عيام من الدراسة عيام من الدراسة ما يقدروش يزيدوا يمدوا هذك العلاقة والحنن وحاجة اللولاني لازم نلقاوها هنا هو إقامة علاقة علاقة محبة مودة مع الطفل من البداية يعني الأستاذ اللي ما يقدرش يقيم علاقة مع تلميثاؤ كأب ولا كأم ما يقدرش يمشي في المشوار للدراسة أقوى الأساتذة نديروهم في الطول الأول نعم هو الأستاذ اللي تكون عنده تجربة تجربة بيداغوجية وكم الأقوى الأساتذة اللي نشوفوهم اللي قادرين اللي وسطوا المعلومة وكمل وما نديروهم في الطول الأول لأن الأستاذ الجديد اللي راو يدخل هو يدخل الأستاذ ولكن ما عنده شخبرات كثيرة يعني هذيك الخبرات اللي نقصتو نخله نخله في هذه الحالة كي تكون عندنا بعض الأخطاء اللي ننتبهولها مثلا كالتوبيخات ممكن التلميذ يأتي صبح يقول له علش مادرش الواجب بتاعك رفض المحفاظه وروح ما توليش حتى تجي بالوالد تاعك أنا نظل في الحالة كيما هذي طفل ممكن صرات له حاجة نظل أنه من المفروض أنه يقترب لهذاك طفل شافوا ماشي شبع نعاس ممكن طفل كان مريض ممكن كان عندهم مشكل في البيت نظل أنه كان يميل له يعني بطريقة أخرى ممكن يجيب من عنده هو يجيب بزاف من عنده ذاك الطفل ممكن ذاك طفل يحكي له وبعد ذاك طفل كيشوف يحكي له يتقرب للأستاذ أكتر ويما في عائلات اللي تقول لك ما كونش على بلي بلي وليدي عنده مشكل بصح الأستاذة قالت لي عليه شو الحس بأن الأستاذة هي أقرب له وحس بلي هي تفهمه أكتر يعني هنا عندنا ديجان نلقا ردود أفعال إيجابية وسلبية كي الأستاذ اللي يكون في النعمة الصورة بالضبط بالضبط يعني أغلبهم احنا حاشة لم يسلش بالضبط ولكن احنا دايما نوجه نداء للأحسن للأحسن ما دابين هات الأخطاء الطربوية لأنها ممكن تشكل عائق أنا كنت ندرس في الابتدائي كان معايا صديق كان يقرأ معايا في نفس الطاولة نشفالها كل يوم كنا سنة الثالثة ابتدائي هذا الصديق المعلمة عقبته عقبته نشفالها كل يوم دارت له مستارة بينزور صبعته ودورت لمستارة هذيك وجعته هذك الطالب إلى يومنا ما رجعش للمدرسة إلى يومنا هذا عمره ما دخل المدرسة سنتات تخرج يعني باش تشوف أنا كنت تذكر هذيك الأسان هذيك نوحد ربي يعني باش تشوف في هذيك المعلمة الظنب الظنب اللي داته وكامل حشا لي ما يسلش ولكن قولوا بلي خطأ ممكن يؤدي إلى تساول المدرسة تفهم علاش هنا احنا لازم الأستاذ دي جاع عندهم مادة موجولة علم النفس وعلم نفس الطفل الأخص لازم يعرفوا طريق التعامل مع الطفل وعلاش لأن نفسية الأطفال تختلف عن طفل عن آخر لازم كل طفل يجع لحسب الميزان تعوه بالضبط نعطيك مثال فقط كانت البنت داعي تدرس ما نقولك سنة ثانية أو ثالثة ابتدائي كانت إباراكتيف ضربها الأستاذ ضربها الأستاذ في الوتش تحب كف لدرجة حتى طاحت منودنها المنغوشة طاحت المنغوشة ناكي جا تقاتل بنتي فهمت الكف بلي كان قوي باش لحقت طاحت المنغوش لا لا صعب صعب يعني قوي ولا ضعيف الكف ممنوع يعني ممكن الطفل تعور له أي نوع ممكن يعني صبح الله أنا كانت هذا في المسار يعني طان لي جا تقاتلي وكامل بان في الصباح أكيد رحت لازم نغير الحق تلقيت الأستاذ عند الموديل وموجد لي دي بوكل دوغي آه يعني ندم ولكن بعد هو كيندم يعني تنحط كيفش يا أستاذ قال لي أنا ما عرفتش آه يعني أنا عدرتو كين أساتدة وكان جوز في الإبتداء كان مبتدئة فهمتك عدرتو بالصح في نفس الوقت ممكن أنه كان واحد أخرى كانت ما تعدروش لا أنا واحد من الناس الله جميل جميل يعني حسيت أنه عبر عبر ما قدرش يقولي سمحي لي سمحي لي هكذا باللفت عبرها لي بالفعل أنا أنا شخصيا أعودوا بالله بكلمة أنا نعم أنا العنف التربوي والله يغير بالنسبة لي هو كارثة 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 كبيرة يولد عنف تربوي يولد ألفاظ سيئة ألفاظ سوقية ما يوليش كين احترام ما كانش ما كانش خلاص والطفل غير تتضربوه خلاص والعنف الثاني كي يضرب ما من الأولياء ما مش يسمحوه ما يسمحوه ما يسمحوه بكري كان الولد كي يدهب بها المسيد يقولوا لي دارها تضربوه أو قدامك احنا دو كي يدهولو يقولوا بلك تمسوه بضبط لأنه أدرك الأمور تغيرت الأمور تغيرت العنف التربوي والله يولد شغول شحنة عند الطفل نعم نعم شغول كي تتضربوه شغول يقولك شغول يحس روحو نقص ديمينوي وكامل والشي الأهم والمهم اللي تبتتو قاعد دراسات أنه العنف التربوي عمره ما جيب نتيجة نعم هذا وكان شوفوا الأولياء في جيب نتيجة قلوا بتضربوهم ولكن ما كاش نتيجة نعم وكان أستاذ يزيد من بين الأخطاء اللي شفناها احنا في التجارب يكونوا ديز الفان اللي قلنا عندهم بعض المشاكل سواء كانت في القدرات العقلية إلى غير ذلك ولا عسر الفاهم والتركيز الأساتي دا يخافوا ويواجهوا لي بارون باش يقولوا نحس بلي وليدك عنده مشكل ولو أنه يقدر عنده الصلاحية باش يقول له ولا يقول للمدير بلي هاد الطفل باركزام كين كون الدرس ما ينتباه ليش راهو إيزو لي باركزام بان نوتيستيك هذي مسؤوليتو انو يدفت انتباه باركزام بانا كين اللي كنت نعرفهم كين نسأل أساتي دا نقول لهم وعلاش ما بنلغتوش قاتلك لا لا باسكول لي بارون ما يحبوش ايه شغل يتخوفوا احنا يتر عرقا للمهمة عبزم احنا يعرقلوا المهمة وما يعرفوش اللي بارون بلي هوم اللي يضحوا بأولادهم بالضبط بالضبط لا لا المعلم أنا نظر مسؤوليتو أنه يلفت انتباه الأولياء لأي 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 شيء لأنه كما قلت سيدتي مقبلة ممكن أن الأستاذ يرى ما لا يره الأب للأم هذا هو الشيء المهم والأهم جانب آخر وبالمرات الأستاذ في سنة ما درس خاصة في الابتداء يقضي وقت أكثر مع الطفل كل أولياء خاصة الأولياء اللي يعملوه كامل اليوم ويجوه متأخرين لبيته كامل وكاين أستاذ يزيد وكاين أحيانا الأستاذ يخطأ في معرفة الطفل يكون عندك طفل يدرس في الرياضيات كتجربة صرات ليليانا البنت داعي أخذت في الرياضيات أول سنة تحها متوسط انترقلت من الابتداء إلى المتوسط في مزا ما تعرفش مليح داروا فرض أو تقويم في الرياضيات أعطالها سبعة على عشرين على عشرين هيا كي جات للدار ماما فوالا شوفتها نسبة عشرين مباشرة جابت لي الورقة تعلدة 18 زميلة تحددة 18 قارني كي بدي تنقارن ملقيش فرق كبير لما رحت للأستاذ وتوجهت قلت له فوالا ناجيتك من باب بهكدا وهكدا قال لي لا لا يا مادام كينا حاجة ما انتبهتها عشق قلت له نعم كي جبت الأوراق شوف الأساتذة عنيك فاش ما ينتبهوش هو متى الابتدائي عندهم مشكل أساتذة الطور الابتدائي تلميذ يقول له ما نستعملوش لي فاشغ مبستيلو يهاو دي صحح من فوق تقول له الانيسة صحيح الدو هاديك العادة للسيام بقى اكزام حلت العملية ومبحت كي غلطت في عندما تكتب خمسة تعاو تكتب فوق هاستة ووش قال لي الأستاذ قال لي يا سيداتي بنتك مور معطيت لها الورقة عودت صحتها قلت له أنا قلت له أنا ما ظنيتش خاطر بنتي ما عنداش هذا السلوك قال لي لا لا يا أستاذة بنتك شحل وانتي تقرأ وخدعاتك ومعرفتها شب اللي تنقل صعب يعني أنا شجمو ووعر عادة أنك تصدمت أنه هو صدمني وهو جاتو عادية قال لي أنا عندي تجربة وكان خلاص وغدخات العامتاع والآخر قال لي أنا عندي تجربة ونعرف كامل قلت له لا لا التجربة تجربة قلت له صح المنطق كاين قلت له ما عليش تصرب بيني وبينو هادي باحية ما عليش ومبعد واش قلت له قلت له خلاص تقويم الثاني نشوفه تقويم الثاني دات عنده 17 ونص فضل فضل أستاذ دفع دفع لا 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 أدفع ولكن لا أدفع لأن الولي هو شريك والأستاذ له مسؤولية أيضا يعني الشراكة لازم تكون شراكة بين الأولياء والمدرسة وأنا أهنئها وأشكرها لأنها تصلت بالمدرسة بطريقة مسؤولة لم تذهب إلى المدرسة التي تحدث ضجة وتعطي حق البنتيها مهما كان الأمر لا كلما تتحاورت مع الأستاذ لكن الخلل فين يا أستاذ يزيد أنا أقول من خلال تجربتي المتوضعة الخلل في المعلمي وفي ولي التلميذ بالضبط هم الشميع ما كش أنت هنا هنا الولي التلميذ قل لك هذا التقييم أو التقويم هذا مشكلة عندنا لا نعرف كيف نقويم فالمعلم يعتقد أن سبعة هذا هذا هو المستوى هذا التلميذ في الرياضي هذا هو سبعة النقطة المرقمة لا تعكس أبداً مستوى التلميذ في هذا الفترة لأنه كان في الفرض يعني في درس أو درسين ثم هذه الإجابة الثمانتاش هذه الثمانتاش لا تعكس بالضرورة مستوى مستوى ومدى فهمها واستعبها لذلك فالأستاذ هنا لابد أن وولي التلميذ كذلك يعتقد أن النقطة هي كل شيء والتلميذ يعتقد أن النقطة هي كل شيء كل شيء وهذا مشكلة التقويم عندنا فالمعلم هنا لازم يكون بيداغوجي خاصة أنه كان يتحدث مع طبيبة أو أستاذة أو كذا فكان يخلي البنت مرتاحة ويقولها هذه السبعة ما نحسبهاش وراني زيد نديلك فرض وزيد نشوف يعني يعود لها الفرض كان قدر كان قدر يتعامل مع الموقف يعني بطريقة مختلفة نعم نعم هو راح يشك في أنها غشت يعني هذا مشكلة ثاني حتى يعني يتهموا التلميذ بالغش يعني لما تشبه التلميذ هي لم تغشتش ولكن يشوف تهمة المعلم اللي هو القدوة اللي هو أبوها الثاني في المدرسة رأوا يتهمني ببلغش هذا كذلك خطأ طربوي وتصبح تكره معلمها مهما كان مستوى مهما كان المجودة اللي قم فيها هذا برقوصينا فضل 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 أنيسة رانيا ماذا بينا اليوم راكي معنا لأنك عشتي حالة مشابهة هكذا مع بنت أختك وقيلة كانت عندها يعني حالة خاصة هكذا ماذا بينا تكلمين عليها وفي عوجالة هكذا أولا سلام عليكم شكرك الأستاذي على هذه الدعوة الله يخيديك مرحبا كانت عندنا هذي الحالة يعني كنا عشناها مع بنت أختي كانت توجوه يعني ما تحبش المدرسة ما تحبش طروح من الأول ولا في الأخير فقتولها في فترة أحنا مع الأول ما كناش ما انتبهتوش يعني من بعد يعني من بعد وليت ما تحبش طروح ما تحبش دي الواجيباته وكانت يعني خوفها من أمها ما قدرش تقولها ما قدرش الأمها ما تقولهاش باللياما ما راه يتحش من المعلمات تعيه يعني هي شوية خجولة إن فات كانت عندنا وكنت يعني نوري لها في الواجيبات توحى حتى قطلها قطل عش ما كيش تحبي عش ما تحبيش المدرسة يعني بديت نحدد فيها يعني هيك شغل مدسرتني بعد حكاتلي قطل يعني المعلمات هي ما تحطينيش قابه اهتمام توجوغ تخليني في الآخر يعني دايمن ما نسي كي يعني ما حسب زي ما تحب تطلع صبورة تكتب ولا ما تحطيهاش اهتمام توجوغ تخليها فلا لا تقولها مشي هكدا و لو كانت قودي هكدا حتى عاودي السانة شغل تعطيها شغل تفشلها ضعلا تعطيها دايمن هداك الفشل هي ما كانتش ما تبدأت بكي حسيت بيها بلي حتى حكمت أختي يعني حددتها وكدفها منها وكان الحل واحد وانا بدلنا لها قسم تحا بدلت لها القسم بيه بس كما قدرتش يعني تكون مع هذيك المعلمات تحا ايها فهمت شكرا يعني انا نظن حالة مؤسفة مقبلة كنا نحضروا انه تغيير القسم في ديران لاني في يعني في السنة ولا المدرسة ولا يعني ما هو الشيء ريكموندي كامل يعني اذا هذا نداء من هذا المنبر الاخطاء التربوية ممكن انه العواقب تحت تكونوا وخيمة جدا 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 تؤدي الى التسرب المدرسي الى الرسوب المدرسي الى عواقب وخيمة انه الطفل ما يحبش يروح المدرسة انه طفل حتى في حياته المستقبلية ممكن انها تحدث له صدمات وازمات اذا المربيين كاد المعلمون ان يكون رسولا قم للمعلمي وفيه تبجيلا انا نقولكم ولدنا رهم امانة بين يديكم اردوا بالكم الاخطاء التربوية وانتما تانية اولياء اردوا بالكم كي ولدكم يحبش يروح المدرسة وكامل لازم تحوسوا وتفهموا علاش لانه الطفل بالفطرة يحب التعلم ويحب المدرسة رفقونا وتابعونا عبر موقع الانترنت ولدنا تحتجنحنا بوان كوم وكذلك عبر صفحة الفيسبوك ولدنا تحتجنحنا انتظرونا في حلقة المقبلة ان شاء الله سلام من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبدو الجهد نحن نريد طلب العلم لننفع اهلنا والبلدة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنا لها طهورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجبنا مهما كان حتى وهو طفل صغير فكلامه ليس بممنوع فله الحق في التعبير حتى يكن صوته